والإجنور الكدس إلى الواحد أمين المجد للآب والإجنور روح الكدس الآن وإلى دهر كدول كلها أمين نلتقي مع القديس كريلوس الكبير في تفسيره لإنجيل معلمنا ماري لؤى البشير الإصحاح السابع عزة 37 وهنا العزة الثالثة في الإصحاح السابع بعنوان أنت هو الآتي أم ننتظر آخر القديس كريلوس هيفسر الأعداج من 17 ل23 وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع الكرة المحيطة فأغبر يحنى تلميذه بهذا كله فدع يحنى اثنين من تلميذه وأرسل إلى يسوع قائلا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر فلما جاء إليه الرجلان قال يحنى المعمدان قد أرسلنا إليك قائلا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر وفي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة ووهب البصر لعميان كثيرين فأجاب يسوع وقال لهم اذهب وأغبر يحنى بما رأيتما وسامعتما إن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرصة يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وتوبى لمن لا يعثر فيه في هذه الفرصة أيضا فإن الكلمة التي ستوجه إليكم والبحث في التعاليم المقدسة لا يمكن إلا أن يكون بكل تأكيد لمنفعتكم هنا قديس كرولوس بيكلم الموعوزين اللي قاعدين بيسمعوا العزة يقول لهم أي كلمة أو أي تعاليم أو أي وعظة هي فيدتها منفعتكم تعالوا إذن لكي نشترك مع الملائكة القديسين في تسبيح مخلص الكل لأنه يعبد كما في السماء كذلك أيضا على الأرض وله ستقسو كل ركبة كما هو مكتوب لذلك فليكن معروفا للناس في كل مكان أن الرب هو الله وحتى رغم أنه ظهر في هيئة مماثلة لنا إلا أنه قد أعطانا الإشارات التي تدل على قوته الإلهية ولا له في مناسبات كثيرة وبطرق متعددة وذلك بشفائه للأمراض وترده للأرواح النجسة وبمنح البصر للعميان وأخيرا حتى بترده الموت نفسه من أجساد البشر والموت الذي تسلط بقصوة وبدون رحمة من آدم إلى موسى حسب تعبير بولس الإلهي هنا القديس كرولوس بيؤكد على لهوت السيد المسيح ونسوته في نفس الوقت أنه إله كامل ولكنه ظهر في هيئة إنسان وعلى الرغم من أنه ظهر في هيئة إنسان إلا أنه أشار إلينا بدللات كتير وبشفاءات متنوعة وبإقامة موتة إنه هو الإله الحقيقي وهنا برضو نلاحظ تعبير بولس الإلهي أقام ابن الأرمالة في نين بطريقة عجيبة وغير متوقعة والمعجزة صارت معروفة لكل واحد في اليهودية كلها وانتشرت في كل مكان كآية إلهية وكان الإعجاب به أن يسوع على كل لسان وبعض من أصدقائه الحميمين أي تلميذه أخبروا بها أيضا المعمدان المبارك فاختار المعمدان اثنين من تلميذه وأرسلهما إلى يسوع ليسأله إن كان هو الآتي أم ينبغي أن ينتظر غيره ماذا فعلت أيها المعمدان الرائح؟ ألا تعرف ذلك الذي كرست عنه؟ إذ كنت أنت نفسك صادقا لزهوره كما تصبك نجمة الصباح وتعلن عن الشمس الآتية؟ قديس كريلوس بيقول إن ربنا يسوع لما عمل معجزات وأوم ابن أرمالة في نين التلميذ ابتدوا يعلنوا أن ربنا يسوع بيعمل معجزات فائقة للطبيعة فابتدى الخبر يوصل للقديس يحن المعمدان فبعت اثنين تلميذ وقالوا لربنا يسوع أنت هو الآتي أم ننتظر آخر فقديس كريلوس بيتحدث مع القديس يحن المعمدان في حوار تخيلي بيقوله أنت مش عارف مين اللي أنت كرست عنه لأنك أنت كنت سابق لزهوره يتساءل معا أنت كنت عامل زي نجمة الصباح أو نجمة الصبح اللي بتعلم عن الشمس الآتية يقوله لقد ذهبت أمامه مثل مسباح وأنت أشرت للرسل القديسين عنه قائلا بكل ودوح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم يقوله أنت شهدت أنه حمل الله إزاي أنت مش عارفه وباع التلميذ يقوله أنت هل آتي أم ننتظر آخر وفي موضع آخر أيضا نسمعك تقول لجموع اليهود يأتي بعد رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه ولكن الذي أرسلني لأعمد ذاك قال لي الذي ترى الروح القدس نازل ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله في مكان تاني قديس يحنى شهد ورأى وأعلن أن المسيح هو ابن الله إزاي يبعد تلميذه يسأله المسيح ويقول له أنت هو الآتي أن ننتظر آخر قديس كرولوس يتساءل فكيف إذن تسأل إن كان هو الآتي إذ إنك أنت قد قلت أنا رأيت وشهدت إنه ابن الله ولكن المعمدان المبارك لم يفشل في أن يعرف كلمة الله الذي صار إنسانا لا تتصور هذا فقد كان مقتنعا تماما وبكل ودوح إنه هو الآتي قديس كرولوس هنا بيقول خليب لكم قديس يحنى المعمدان مش عارف ربنا سوى لا هو عارفه كويس ولكن وهو مقتنع تماما إنه هو الآتي فبيكمل ويقول إيه ولكن ما فعله كان أمرا حكيما ومخططا تخطيطا جيدا ومناسبا بدرجة كبيرة لمنفع التلاميذ يبقى العمل قديس يحنى المعمدان هو من أجل تلاميذه مش من أجله هو هو عارف كويس إنه هو ربنا يسوع لكن هو بعت التلاميذ عشان هيشوفه معجزات وهيشوفه شخص ربنا يسوع نفسه هنا قديس يحنى بيعمل عمل جميل قوي ينبني على كل خادم مننا يعمله إنه هو يرسل الشخص لكي يطلاق مع شخص ربنا يسوع المسيح لأن الملقاء الشخصية هي اللي بتخلي الإنسان ينجذب نحو شخص ربنا يسوع مهما كنا إحنا بنحاول إن إحنا نقدم معرفة عن ربنا يسوع ولكن هذه المعرفة عمرها ما هتكون مساوية أو موازية للملقاء الشخصية عشان كده الكنيسة تقول لنا نصلي ونقرأ في الإنجيل وندينا تدريب وتدينا تدريب ولكن كل هذه التدريب تقف موقف محايد إلى أن الإنسان يستخدمها ويدخل فيها بعلاقة شخصية مع ربنا يسوع ولما يعرفه ستصبح التدريب دي مش مجرد تدريب دي حياة كاملة هنا قديس يحنى بيبين إنه خادم حقيقي يسعى لملقاء التلميذ مع شخص المخلص فلأن تلميذ يحنى لم يكونوا قد عرفوا المسيح بعد إذ أن مجده وجلاله الفائد كان مخفيا عنه قد صدموا عندما رأوه يصنع المعجزات ويتفوق على المعمدان في عظمة الأعمال التي يقوم به تلميذ يحنى ما كانوش عارفين ربنا يسوع فلما لقوا ربنا يسوع بيعمل معجزات أكتر من يحنى تصدموا إزاي ده يحنى ده هو المعلم بتاعنا فإنهم في إحدى المرات اقتربوا من يحنى المعمدان وهم يحملون حسدا وغيزا في قلوبهم وكان قلبهم لا يزال يحتاج أن يتحرر من الأمراض اليهودية هنا بيسمي الحسد والغيز هو مرض يهودي ولازم ناخد بالنا من المراضين الروحيين أحيانا إحنا نحسد الآخرين أو نختاز منهم ده مرض يهودي ده بينوم على أن حياتنا إلى الآن لم تتقدم إلى مستوى الحياة المسيحية لابد أن نغلب هذا المرض بفضيلة المحر الحسد والغيز القديسين والأباء القديسين يقولوا أن دول أعراض لمرض نقص المحب يعني كل ما نمكن المحب للآخرين نتخلص من مرض الحسد والغيز فكل أي شخص أنا بحسده أي شخص أنا بغيء بضغاز منه مهم أو إن أنا أقدم له محبة عملية مش محبة كلامية فقط ولا سيما لو قدمت المحبة دي فيما أنا أحسد عنه سكنت أنا بحسد شخص في حاجة معينة أساعد أن أتفوق فيها أنا كده بموت جوايا مرض الحسد وقالوا للمعمدان المبارك عن المسيح مخلص الكل يا معلم هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه لأنهم لم يكنوا يريدون لأحد آخر أن يعمد بالمرة ويعلو على قرامة يحن المعمدان ومع ذلك فقد عرفوا من يحن عن علو مجد المسيح وعظمت بهائه التي لا تقارن لأنه سمعوه يجيبهم هكذا أنتم أنفسكم تشهدون لي إني قلت لست أنا المسيح بل إني مرسل أمامه من له العروس فهو العريس وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس إذا فرحي هذا قد كمل ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص هما ما كانوش عايزين حد تاني يغمد غير يحن المعمدان لكن القديس يحن المعمدان فهمهم بقوة أنه هو يريد أن فهمهم بقوة أنه هو يريد أن ربنا يسوعه هو اليزيد وهو ينقص لأنه هو ده العمل السليم هو ده للمفروض يحصل لأنه هو سابق وهو خادم ومع ذلك فنحن لا نقول أن المعمدان المبارك نقص في الكرامة في الوقت الذي كان فيه مجد المسيح يزداد باستمرار من قبل أولئك الذين آمنوا بي قيل كولوس بيقول ما نقدرش نقول أن المعمدان كان ينقص في الكرامة لا هو كان ليه كرامته المحفوظة ولكن في نفس الوقت كان ربنا يسوع بيزداد كرامة بسبب الناس اللي بتؤمن بيه ولكن المعمدان المبارك استمر محصورا في حدود الطبيعة البشري لأنه لم يكن ممكن له أن يتقدم أكثر من هذه الحدود أما الكلمة المتجسد إذ هو بطبيعته بطبيعته الله ومولود من الله الآب بطريقة تفوق الفهم لأنه كان يزداد باستمرار إلى مستوى المجد اللائق به وكان الناس يتعجبون منه قديس يوحن المعمدان حسب ما قديس كرولوس بيعلنه أنه استمر محصور في حدود في حدود الطبيعة البشري الخاصة بيه هو بشر ولأنه بشر فهو محدود فيقول أنا أنقص يعني أنا أظل محدود في طبيعتي مهما أنا قدمت ولكني أنا إنسان محدود لكن ربنا يسوع لأنه هو الكلمة المتجسد وهو بطبيعته الله وهو المولود من الله الآب بطريقة تفوق الفهم وده اللي بنسميه سر السلوس فأنه كان يزداد باستمرار إلى مستوى المجد اللائق به ده مش معنان هو بيزداد في لهوته لأن اللهوت لا يزداد ولا ينقص ولكن بيزداد في إظهار لهوته للآخرين وللناس اللي بتؤمن به وكان الناس يتعجبون منه ولهذا السبب قيل ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص لأن من يظل في نفس حالته يبدو كأنه ينقص بالمقارنة بذلك الذي يتقدم في المجد باستمرار هنا مفهوم النقص هو مفهوم بالمقارنة لما لاقيه حد يتقدم في المجد يبقى اللي واقف أو ثابت في حالته هو ينقص بالنسبانه وده القديس كرولوس بيقوله ما بين رب ينسوع اللي بيزداد وإظهار مجده وبين يحن المعمدان أثابت على وضعه حسب حدود طبيعة البشرية ولأنه كان من الصواب أن الذي كان بالطبيعة الله ينبغي أن يتفوق في القدرة والمجد على كل ما هو بشري لذلك شرح لهم المعمدان قائلا الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكل لإني كان ربنا يسوع لابد لي أنه يتفوق في القدرة والمجد عن كل البشريين وكل الأنبياء قديس يحن أكد ده بأن ربنا يسوع من فوق وهو فوق الجميع ولكن اللي من الأرض اللي هو يحن المعمدان نفسه هو أرضي ومن الأرض يتكلم فمن هو الذي يأتي من فوق وهو فوق الجميع لأنه هو الله واضح أن المقصود هو كلمة الآب الوحيد الذي كان مماثلا له ومساويا له ولكنه بسبب محبته للعالم وضع نفسه ونزل إلى حالتنا يبقى واضح اللي من فوق هو كلمة الآب الوحيد اللي كان مماثل للآب ومساوي للآب وهنا القديس كريلوس في الجملة البسيطة دي بيرد على البدعة الأريوسية اللي كانت بتقول إن الأبن مش مساوي للآب ولكنه بسبب محبته للعالم وضع نفسه ونزل إلى حالتنا هنا مفهوم الإخلاء اللي القديس كريلوس كانت بتكلم عليه في العزوات الأولى من تفسيره لإنجيل لؤة لذلك إذ هو هكذا فينبغي أن يتفوق بالضرورة على ذلك الذي من الأرض والذي هو معدود كواحد من بين الأشياء التي من الأرض وهو مثلنا في الطبيعة بما أن ربني سوى هو الله ومولود من الآب ومساوي للآب فهو بالطبيعة يتفوق عن كل من هو من الأرض هكذا كان المعمدان فإنه كان مستحقا للمديح في فاضلته وعظيما جدا في تقواه وقد وصل إلى كمال كل بر وكان مكرما وجديرا بالإعجاب وألا أن الرب شهد له قائلا لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحن المعمدان ولكنه لم يكن من فوق وأنا أعني أنه ليس من الجوهر الذي يفوق الكل بل بالحرية كان من أسفل قديس كرولز بيقول رغم أن قديس يوحن المعمدان هو يستحق كل مديح بسبب فضلته سبب تقواه سبب كل بره وصنعه وبسبب أنه مكرم لأن ربنا يسوع شهد عنه وقال أن أعظم المولودين من النساء هو يوحن المعمدان إلا أنه مش من فوق لأنه ليس من طبيعة الله ليس من الجوهر الذي يفوق الكل بل بالحرية كان من أسفل مولود من الأرض كواحد مننا والآن لكي نعود من هذا الاستطراد عشان نرجع تاني من الحتة اللي احنا طولنا فيها شوية نقول لأن قلبهم لم يكن حرا من الأمراض اليهودية التلاميذ اللي جل ليحنة كان بيحسده ربنا يسوع ومغتظين أنه بيعمد فإنهم يغبرون المعمدان المبارك عن المعجزات الإلهية التي صنعها المخلص وهو إذ كان يعرف من هو ذلك الذي فعل هذه المعجزات وأنه ممجد بالحق في ذاته وأن مجد المخلص ينتشر في كل مكان ولأنه يريد أن ينشئ إيمانا راصخا به في قلوب أولئك الذين لا يزالون يعركون ولم يكونوا مقتنعين بعد إنه المسيح لذلك فإنه يتخذ مظهر الجهل ويرسل إليه تلاميته ليسأله قائلا أنت هو الآتي أم ننتظر آخر هنا الخديث يحنة المعمدان هو عارف ربنا يسوع كويس جدا وعارف إنه ممجد بالحق في ذاته هو يحمل المجد في شخصه لأنه هو الله بالحقيقة ولأن ربنا يسوع يريد أنه يضع الإيمان الراسخ في قلوب الناس اللي لسه بتعرج ما بين الفرقتين ما بين الإيمان وعدم الإيمان هو يريد أن يضع إيمان راسخ فالقديس يوحن المعمدان يعمل إيه؟ يتخذ مظهر الجهل يعمل نفسه مش عارف مين ده ويبعت التلاميذ عشان خاطر يسألوه ويقولوله هل أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ولكن ربما يقول البعض إن هناك أناسا يفكرون إننا ينبغي أن نفهم شيئا من هذا النوع كما يأتي في ناس تانية هتعترض وتقول إحنا المفروض نفهم حاجة تانية من سؤال يوحن المعمدان لربنا يسوع عن طريق تلاميذه هل أنت هو الآتي أن ننتظر آخر؟ إيه بقى المفروض نفهمه؟ يقول إن المعمدان كان مزمعا أن يموت بواسطة هيرودس قبل أن يتم صلب المسيح وكان سيسبق المسيح في موته قصابق ويصل قبله إلى الهاوية لذلك فهو يسأل إن كان سيأتي هناك أيضا لكي يفدي الذين في الظلمة في ظل الموت والمربوطين برباطاتهم؟ ديس يوحن المعمدان سأل السؤال ده على أساس بعض الناس المعترضين يعني بيقولوا كده إنه يوحن المعمدان هيموت عن طريق هيرودس قبل المسيح وبالتالي هيروح الجحيم قبل المسيح فكان عاوز يتأكد من المسيح هل المسيح لما يفدي البشرية بالصليب والموت والقيامة هيفدي في الجحيم برضو وهيحررهم من الرباطات الموت ولا لا؟ قديد كروز بيقول ولكن هذا الرأي ينبغي أن يرفض تماما لأننا لا نجد في أي مكان في الكتابة الموحبين من الله أن المعمدان الإلهي بشر مقدما بمجيء المخلص للأرواح التي في الهوية قديس كروز بيقول إحنا ما يفعش نقبل الرأي ده أساسا لأن الكتاب المقدس كله مفيش إشارة جات فيه أن يوحن المعمدان وهنا يقول المعمدان الإلهي شفنا أن تعبير الإلهي ده قديس كروز استخدمه إلى الآن أربع مرة مرة مع بوليس الرسول مرة مع داود النبي مرة مع الإنجيل والمرة الرواع هنا مع المعمدان وزي ما قلنا أن تعبير الإلهي معناه مش أن المعمدان هو الله أو له الطبيعة الإلهية وهو لسه في العبارات اللي فاتت أو في الفقرات اللي فاتت مأكد أن المعمدان من أسفل وهو ليس من جوهر الله ولكن المعنى بتاع الإلهي هو أنه يتكلم عن الله أو أنه خاص بخدمة الله فبيقول أن المعمدان إحنا ما سمعناش فهو لا حاجة في الكتاب المقدس أن المعمدان بشر بمجيء المسيح وللأرواح اللي كانت في الهوية كما أننا يمكن أن نقول بحق أنه كما عرف المعمدان مرة واحدة تأثير تدبير تجسد الإبن الوحيد فإنه يكون قد عرف أيضا بالإضافة لأشياء أخرى إنه سوف يفدي أولئك الذين في الهوية وكمان نأكد ونقول زي ما يحن المعمدان عارف أن المسيح هو اللي هيخلص البشرية وعارف تأثير تدبير الخلاص تدبير تجسده فهو عارف برضو إيه الأثر اللي هيتم على الناس اللي في الهوية وسوف يضيء عليهم إذ إنه يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد كما يقول بولس حتى إنه يسود على الأحياء والأموات فماذا يريد أن يفهم بسؤاله أنت هو الآتي أم ننتظر آخر لقد قل إنه يتخذ الجهل عن قصد ليس لكي يتعلم هو إذ إنه سق سابق كان قد عرف السر وإنما لكي يقتنع تلاميذه بمقدار عزمة المخلص ورفعته وإنه كما أعلن الكتاب المحابي قبل ذلك هو الله وإنه هو الرب الذي كان مزمعا أن يأتي بيقول طب كان المفروض نفهم إيه من السؤال بتاع القديس يحن المعمدان أنت هو الآتي أن ننتظر آخر بيقول نفهم إنه اتخذ الجهل عن قصد عمل نفسه مش عارف عشان يخلي التلاميذ بتوعه يقتنع بعزمة ربنا يسوع ورفعته لإنه هو كان عارف سر المسيح وسر التدبير وإنه كما أعلن الكتاب أنه هو الله وهو اللي هيأتي أما كل البقين فكانوا عبيدا أرسلوا قبل ما جئ سيدهم كصادقين لذلك الذي هو فوق الكل ومعدين طريق الرب كما هو مكتوب كل نبي قبل ما جئ ربنا يسوع كان صادق كان معد لطريق الرب لذلك فالأنبياء القديسون يدعون المخلص ورب الكل بلقب الآتي وهنا القديس كله سيبتدي يمسك لقب الآتي ده ويفنطه في العهد الآتي فبيقول لأن داود النبي يقول في أحد المزامير مبارك الآتي بإسم الرب وماذا يعني تعبير بإسم الرب إنه يعني بمجد إلهي وبربوبية وبكل جلال فائق وهنا معناه أن المبارك الآتي اللي هو الرب ناسوع وأنه هو هيجي بإسم الرب معناه أنه هيجي بمجد الإلهي وبربوبية وبجلال عظيم أو فائق وهذا أيضا أوضحه مرة أخرى في الآية التي تليها إذ يقول الرب هو الله وقد أنار لنا الرب هو الله وقد أنار لنا هنا الرب تعبير خاص بربنا يسوع والله تعبير خاص بالله الآب أو بالجوهر للإلهي كله فالرب هو الله معناها أن ربنا يسوع هو الله بالحقيقة إلا هينير لنا بمجد الإلهي لأن موسى قد جاء وظهر في وقته وبواسطته أعطي النموس للإسرائيلي وبعده جاء يشوع بن نون الذي قاد الشعب وبعد ذلك جاء الأنبياء المباركون على التوالي لقد كانوا بالحقيقة أناسا قديسين ومكرمين جدا وكانوا مشحنين ومزودين ببهاء روحي فائق ولكن ولا واحد فيهم أنار على سكان الأرض بإسم الرب بالمجد الذي هو خاص باللهوت والسيادة الإلهية أما كلمة الله الوحيد فقد أنار علينا لكونه في طبيعته وبالحقيقة الله الرب هنا قديس كيرلوس سارد بعض الشخصيات لفلعة الأديم زي موسى ويشوع والأنبياء اللي كانوا فعلا متقدسين وعملوا خدمة جليلة في العهد الأديم ولكنهم ما قدروش أنهم ينيروا المسكونة بإسم ربنا أو بالمجد اللي خاص باللهوت والسيادة الإلهية لكن الوحيد اللي استطاع أن يعمل كده هو كلمة الله الوحيد لكونه هو من طبيعة الله الآج وهو بالحقيقة ربنا وهنا نشوف تعبير كانوا مشحونين ومزودين ببهاء روحي فائق وشوفنا التعبير ده في العزة السابقة لما قال أن ربنا سوح حرر جسدنا اللي كان مشحون بالموت فنقدر نستنتج أن التعبير مشحون ده تعبير القديس كيرلوس بيستخدمه عشان يعبر أن طبيعتنا البشرية شحنت بالموت من قبل الإغواء اللي عطاه إبليس للعالم وهكذا هي تشحن بالبر والقداسة والفضيلة من قبل ربنا يسوع المسيح اللي أنار وخلص البشرية وهكذا أسماه الآب بواسطة حبقوق النبي قائلا بعد قليل سيأتي الآتي ولا يبتئ كمان في سفر حبقوق الآب سمى الإبن إنه الآتي وأيضا بواسطة نبي آخر يتكلم كلمة الله الوحيد قائلا ترنمي وفرحي بنت سهيون لإني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب وتحتمي أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لشعبا ويمكن أن نرى من الحقائق الفعلية أن هذا قد تم فعلا لأن جماهير من الأمم قد أمسكت في الشبكة والمسيح صار إلههم وهم صاروا له شعبا القديس كولوس جاب كذا عدد من العهد الأديم ومن أنبياء متعددين من داود النبي في المزامير من حبقوق من زكريا وبيقول إنه فعلا كل النبوات دي حصلت لأن في أمم كثيرة وهم سكت في الشبكة سكت في شبكة الإيمان شبكة الملكوت اللي ربنا مسلها في أحد الأمثال شبه الملكوت بشبكة مطروحة في البحر فالمعمدان الإلهي إس قد عرف من الكتاب الموحى به اسم الآتيم فإنه أرسل بعض أصدقائه ليسأل إن كان هو الآتيم والمسيح إذ بالطبيعة وبالحق هو الله لم يخفى عنه غرض يحنى المعمدان وإذ عرف سبب مجيء تلاميذ يحنى فإنه بدأ في ذلك الوقت خاصة يعمل معجزات إلهية أكثر بكثير مما كان قد فعلها قبل ذلك فهكذا أخبرنا الإنجيل الحكيم قائلا وفي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة ووهب الباصر لعميان كثيرين هنا قديس يحن المعمدان مطلع على كتابات العادلاتي وعارف إن لقب الآتي هو لقب خاص بربنا يسوع المسيح فهو بعت يسأل السؤال بنفس اللقب اللي مسكور في الكتابات الإلهية وده يبين لنا أو يعلمنا إنه لابد لنا أن نتمسك بكلمة الله ونحفظها ونتكلم بيها ولأن ربنا يسوع هو اللي عارف غرض يحن المعمدان فابتدى يعمل معجزات أكتر بكتير من اللي بيعملها في أوقات تانية عشان يبتدي يسبت التلاميذ في الإيمان تلاميذ يحن المعمدان في الإيمان إن فعلا المسيح هو الآتي وإذ قد صاروا مشاهدين وشهود لعظمته فقد صار لهم إعجاب عظيم بقوته وإمكانياته وعندما قدموا السؤال متوسلين بإسم يحن بأن يرد عليهم إن كان هو الآتي وهنا أرجو أن تلاحظوا الطريقة الجميلة في معاملة المخلص لأنه لا يقول ببساطة أنا هو رغم إنه لو قال هذا لكان صحيحا ولكنه بالحري يقودهم إلى البرهان المعطى عن طريق الأعمال نفسها حتى إذا قابلوا الإيمان به على أساس جيد ويكونون قد تزودوا بالمعرفة مما قد حدث أمامهم فإنهم يمكن أن يرجعوا إلى ذلك الذي أرسلهم إذ قال لهم الرب اذهب وأغبر يحن بما رأيتما وسمعتما هنا القديس كرولوس بيقول شايفين المعاملة الجميلة ربنا يسوع ربنا يسوع ما بيكتفيش بالكلام رغم إنه لو اكتفى بالكلام هيكون سليم مش هيكون حاجة غلط لأنه هو فعلا كلمته فاعلة ولكنه من أجل الإنسان اللي بيحتاج في بعض الأوقات إلى براهين لتثبيت إيمان إيمان بالله ربنا يسوع أقدم الإيمان بالله من خلال العمل عشان لما يقبلوا الإيمان على أساس جيد هو أساس المعجزات والشفاء ويكونوا قد تزودوا بالمعرفة مش بس معجزات لا دي المعجزات تقود ليهم بمعرفة الله أحيانا إحنا نكتفي بقراءة سير المعجزات قصص المعجزات ولكن إيه المعرفة اللي أنا تقدمت فيها بعد ما أريد قصة أو معجزة لابد لي أن أنا أنه في معرفة الله ساعتها يقدروا يروحوا لقديس يوحن المعمدان ويقولولوه أو يغبروه باللي سمعوا وشافوا لأنكم قد سمعتم حقا إني قد أقامت الموت بكلمة مملوء قوة وبلمسة اليد وهنا قد سكررس بيؤكد تاني على الفعل الإلهي والفعل الإنسان بكلمة مملوء قوة هي الكلمة الإلهية وبلمسة اليد والفعل الإنسان كما إنكم رأيتم أيضا وأنتم واقفون أن تلك الأشياء التي تكلم عليها الأنبياء القديسون منذ القديم تتحقق زي ما قال الأشعية زي ما ربنا يسوع فتح فتح سفر أشعية لما دخل المجمع وأرى فقالهم أنتوا شفتوا قدام عنيكم أن العم يبصرون والعرج يمشون والبرصة يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون كل هذه الأشياء قد سبق الأنبياء المباركين وأعلنوها لكي تتم في حينها على يدي ربنا يسوع أخوة اللي بتكلم قديس كولولوس كأنه بيكتب على لسان ربنا يسوع فإن كنت أتمم تلك الأشياء التي سبق التنبؤ بها منذ زمن طويل وأنتم أنفسكم شهود لهذه الأشياء التي تحدث فارجعوا واغبروا بتلك الأشياء التي رأيتموها بأعينكم تتحقق بقوتي وقدرتي والتي سبق الأنبياء المباركون وأخبروا بها في أوقات مختلفة ثم بعد ذلك أضاف بالضرورة قائلا وتوبى لمن لا يعثر فيه لأن اليهود قد عثروا إما بسبب إنهم لم يعرفوا عمق السر أو بسبب إنهم لم يسعوا أن يعرفوا اليهود البشارة بتاعت ربنا يسوعه الكرازة كانت سبب عصر ليه وكولوس الرسول بيقول لأن الصليب عند اليهود عثرة وعند اليونانيين جهالا فالعثرة هنا القديس كولوس بيقول هي بسببين السبب الأولاني أنهم ما عرفوش عمق سر المسيح أنه هو إله وإنسان معا أو أنهم ما حولوش يعرفه ما عرفوش لأنهم ما حولوش يعرفه فرغم أن الكتاب المحبيه سبق أن أعلن في مواضع كثيرة أن كلمة الله سينزل نفسه إلى الإخلاء هنا قديس كولوس بيذكر تعبير الإخلاء تاني إحنا قلنا أن تعبير الإخلاء هو أن الله أخفى مجده من خلال التجسد لكي يتمم خلاص الإنسانين وسوف يرى على الأرض مشيرا بوضوح إلى الوقت الذي صار فيه مثلنا وهو يبرر بالإيمان كل ما هو تحت السماء ومع ذلك فإنهم عاثروا فيه واستضموا بصخرة العثرة وسقطوا وسحقوا تماما على الرغم أن ربنا يسوع مشي على الأرض وعاش مثلنا وهو برر بالإيمان كل إنسان إلا أنهم عاثروا به فرغم أنهم يرونه بوضوح متوشحا بكرامة لا يعبر عنها وبمجد يفوق الوصف بواسطة الأعمال العجيبة التي عملها فإنهم ألقوا حجارة عليه وقالوا لماذا وأنت إنسان تجعل نفسك إلها رغم أنهم شافوا كرامة ربنا سواء والأعمال العجيبة إلا أنهم حاولوا يرجمون ويقولوا له أنت بتخلي نفسك إله ليه وإنت إنسان وجوابا على هذه الأمور وبخ المسيح ضع في ذهنهما الشديد وقال إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لذلك فتوبى لمن لا يعثر في المسيح أي توبى لمن يؤمن به وما هي الفائدة التي ننالها من هذا أصدق طبعا عن الإيمان بالمسيح الفائدة أن نؤمن بالمسيح وبأي طريقة تنفع بالوصول إلى الإيمان به كل واحد يعرف بلا شك ولكن هذا لا يمنع أن نعدد بعض الأمور القديس كولوس سيبتدي عدد بعض الأمور التي تفدنا لما ننال الإيمان بالمسيح أو نؤمن به فبيقول أولا نحن بالحقيقة نحصل على نور المعرفة الله الحقيقي البداية نحصل على نور المعرفة ربنا بينير عقلنا لنقبل الإيمان به ثم بعد ذلك نختسل من أوساخ الخطية بواسطة المعمودية المقدسة اتنين بننال المعمودية وإذن نتطهر لكي نخدمه بطهارة فإننا نصير أيضا شركاء طبيعته الإلهية ونربحه ليسكن في داخلنا بالحصول على شركة الروح الكدس يبقى بنتعمد نتطهر بنصير شركاء طبيعته الإلهية وهنا قديس كولوس بيأكد برضو على تعبير شركاء طبيعة الإلهية وبيلزقها في مفهوم أن نحن يسكن في داخلنا من خلال شركة الروح الكدس فشركة الطبيعة الإلهية بتتم من خلال سكن الروح الكدس وأيضا نصير أبناء الله طبعا ده بالمعمودية ونكتسب لأنفسنا الأخوة مع ذلك الذي هو الإبن بالطبيعة والحق وهنا تعبير ربما مش بنلاقيه كتير أن نحن بنصير أخوة لربنا يسوع رغم أنه هو إبن بالطبيعة إلا أن نحن أخوة لي عن طريق التبني اللي خلانا أبناء لله الآب من خلال تجسده وبالإضافة إلى هذه الأشياء فإننا نتمجد ونرتفع إلى مراث القدسين برضو من النعم أو الفوائد اللي ناخدها بالإيمان أننا نتمجد ونرتفع إلى مراث القدسين بناخد مراث القدسين ونسكن في غبطة بالتمتع بتلك البركات التي تمنح لأولئك الذين يحبونه والتي يعلن بولس الإله إنها تفوق الفهم والوصف بقوله ما لم تره عين ولم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبنا ونحن نحسب أيضا نحسب أيضا مصدحقين لتلك الأمور بنعمة ومحبة ذاك الذي يعطي لكل واحد كل الأشياء سخاء وأعني به المسيح الذي به ومعه الله الآب التزبيح والسلطان مع الروح القدس إلى دهر الدهور نختم عيزة القديس كريلوس الكبير إلى أنارة عيوننا وقلوبنا ونلتقي معاه في العيزة 38 بعنوان الأصغر في ملكوت الله أعظم منه ولربنا كل مجد وقرامة في كنسته من الآن وإلى الأبد آمين